نعم هناك نقطة أساسية أستاذ أحمد صلاح زميلنا والصحفي الإعلامي والناقد والمحلل الرياضي من مصر هناك نقطة يعني يمكن نقطة يعني مشينة بالنسبة للاتحاد المصري مع كامل احتراماتي لأنه لا يعقل أن الزملك المصري محتل للمرتبة الأولى وفائز بالبطولة فارق بيراميدز محتل للمرتبة الثانية وهو المستحق أو الذي لديه الأحقية في المشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية ويأتي الأهل في المرتبة الثالثة والأهل غير مؤهل لعصبة الأبطال الإفريقية وتأخذ أو تسحب يعني الأحقية من بيراميدز وتمنح للأهل ما هو هذا القانون ما هو هذا قانون غاب بالنسبة للاتحاد المصري كيف تفسر أستاذ صالح هذه الأشياء اللي هي غير قانونية وغير مطابقة وغير عادلة في القرآن المصرية طبعاً أول حاجة بوصل لحضرتك الرأي طبعاً حضرتك موضوع قابل جداً وموضوع ههم جداً على فكرة عايزي أولى حضرتك أن الصحافة والإعلام المصري ما أتكلمش في الموضوع ده بشكل كبير جداً بشكل كبير في الموضوع ده فأنا طبعاً بحاجة حضرتك طبعاً عن الكلام في الموضوع ده نهل الدمالي طبعاً هو دراكة بقل للدوري هو خراب راح تكون أفريقيا مفروضة إن المركز التاني هو اللي بيروحه دوري أبطال أفريقيا والثالث والرابع اللي هو الأهل وفلوة شرب هم بيروحوا بعد كده للكونفدرالية بشكل كبير جداً طبعاً انتحاد المصر الكورتر الكادم قال لك لا أنا بعد انتهاء الدور الأول النهات الأهل كان المركز التاني فأنا بعتك على الدور الأول فمنها ابعت للأخريقي إلا أنها احسابها دي الآن ثم نجاة نجاة هايات المستقعة دي الوقت وتبعك الخود بطاعة فبعت النادي الاهلي مشكلة جديدة اتنسى معلمة تحط الاسوريخ قالك يوم تلاتين يوليو يوم تلاتين يوليو ثلاث شهر اليوريو كان جاء من المركز التاني يعني قدملت المركز اول والمركز الثاني فجاي الان المتحد الكوره ارسل النادي الاهلي ان هو المركز التاني اه ابنان عن نتاج الدور الاول وهي طبعا حاجة طبعا خارجة طبعا عن الاقتار المقلوم نادي بأربلز زعامي شقة غبية جدا للحضر الافريقي الاحضر الاسولي طبعا فيباع بعد كده للسيفة عشان يقدر بعد تانama هو يدمع حقه يومoria بأربل من youngestnicos في الموضوع س inclick المся electrode باشخة والشقة ان هو هو المركز الثاني ان هو الاسول توفف الافريمقيا وان النادى اهل ف�ötريطية أنهم مركز الثاني فعاك اقول له حضرتك دي طبعا حاجة مش موجودة برضه ان الاحضر المصري بعد الاحضر الاسولي نادي اهل واض circulation الثاني آآ بطولة افريقيا. الثالث والرابع هما اللي رغمها كنفدرالية. ايه دي العدالة القروية اللي مفتوض فيها. لكن المسامدة للنادي الاهل النوابية في اهآ بطولة افريقيا. عايزوا لخدمات دي حاجة طبعا مش موجودة. النادي الدمائي قبل كده كان في مركز الثالث ودخل الكونفدرالية. وفاج بها لما ترحضت عالي. آآ ايه المستهى النادي الاهلي يبقى في مركز الثالث ويخش الكونفدرالية. نعم صحيح استاذ احمد صلاح ونحن نستغرب يعني كرياضيين. واعتقد لسنا في المغرب لغادي يستغربوا. ربما حتى في باقي اه دول العالم. ان كانت هذه القضية هذه تطبقت في مصر. فسيكون هناك اكبر استغراب وربما اكبر وضع على ما استفهم. كيف يعقل ان فارق يحتل المركز الثالث يعني يشارك في عصبة الابطال. وفارق يحتل المركز الثاني يشارك في كأس كونفيدرالية افريقية. شيء غير مقول. وربما آآ اه بيراميدز ربما اذا اتيحت له الفرصة والمشاركة في عصبة الابطال السيد عبد الرحيم قد يفوز بعصبة الابطال. ها. ولماذا ولماذا تحرم بيراميدز من عصبة الابطال. ومن فوز بها قد يفوز بها. ومن قال. نعم يعني ماذا من نوحدة يعني المرتبة التالية. من حقه. يعني من حقه وليس اي اي وحد يعني اسميت له الحق باشي باشي يسحب منه ديك البطاقات. ديك البطاقات. واحد السؤال واحد السؤال اخ احمد. اه. يعني اشنو السبب دي التغاضي او السكوط لاعلام المصري على هذه النقطة دي ولا عادة المشكلة. آآ عيش دي الله خضرك الاعلام الاهلاوي. خلنا نتكلم بقى. اه نعم فقط. بقى الاهلاوي ان هو بيه بيبعد شكا كبير جدا من المشاكل على المادي الاهلي. خاصة في الموضوع ده يعني البرامج التي كلمت عليها هم مثلا برنامجين او تلاتهم ومنطلقوشة الموضوع. فانا بحقيته طبعا في برنامج بتاعكم. اللي بتقليلتوا في الموضوع انه موضوع في عالم مهم جدا. العدالة الكراوية اهم شيء العدالة الكراوية اللي احنا رفناها. وبنامس قبل كده وسهل النهائي بطلق الفدرالية ولعب قد عمام نهضة في جامد. وغزم في المغرب بشرة. لو حدفتها برضو تبتت. وهدفتها لعب والتمرضة في قبل النهائي والقراضة في الرجل. فلادي بنامس تندوسة للنهائي لقبل النهائي والنهائي في حقرات الهبادة. قال ليه في بنامس بالعادة في المغربية ولا واحد نادة الاهلي اسمه كبير. ثلاثة من العدالة الكراوية هنا اللي تحسم الكتدل في المغرب ده كله. مشروط تحت الكرة اخترى نادة الاهلي. الاعلام الماضري ما تتكلمش في الموضوع مسنزلا للنادي الاهلي. طيه طبعا مشكلة كبيرة كده شفناها. على الفكرة عايزي اقول له حاضرنا كبير من ارتفاع الموضوع النادي الوداد والنادي الاهلي. النهائي في دول افريقيا. شفنا المشاكل الكبيرة جدا. والنادي الاهلي تطيع علك ان المسؤولين في نادة الوداد تعاملوا معنا بشكل جيد بالعكس انا هشفfer. تعاملوا مختارة. تعاملوا كويس جدا من جلب المغرب الصراحة. النادي الاهلي تلعوا عن ده ووراء قالك ان جلب المغربين بتعملهش معنا بشكل جيد. والتحكيم طبعا من جلب التحكيم في كل وجų��. معنى الوداد كانوا على الاهلي. ات relief. بخدامه بالنادي الاهلي لازم ان فتطلع اي حاجة. في الفترات الم دي حاجاتة من صفحة ان فتطلع اي حاجة عفين لما اتذلك قوص في الح Kazuoia ويطلع على أي حجة. يعني الأخر حجة طلعها أن الوداد والمغرب والمدس في المغرب وكلام ذا كله. مع أن مصر ما استضادشي النهائي. يعني مع الجميع في النهائي الصديق. النهائي راح للمغرب لأن المغرب هي لمدة الملف الفاحية والسنجال وفادقة راح للمغرب. نادي الأهل فعلق شماعكو أن المغرب هي أحتفظ النهائي يعني. نعم صحيح. ويهي طبعا مشكلة كما نحن نادي الوداد بالوداد. نعم صحيح صحيح. شكرا لأستاذ أحمد صحيح لأن هذا هو كلام منطقي لأن الوداد طالب باستضافة العصباء قبل أن يعرف من سيتأهل المباراة النهائية. الجامعة أو الاتحاد المصري لكورة القدم لم يطالب بأي شيء. بقي بعيد ربما عندي أشيء. وكان مرشح وحيد. وكان مرشح المغرب والمرشح الوعي والسنجال ربما السنجال سحبت وتركت المغرب. هذا الشيء نعم. نعم صحيح. هنا هنا إذن إذن وضحنا الأمور يعني نحن دائما نتابع كما لاحظت أستاذ أحمد أننا في المغرب نتابع جميع البطولات وجميع الحيتيات. وكما قلت نريد عدالة رياضية سواء في المغرب أو جزائر أو تونس أو مصر أو المملكة العربية. وكذا نتكلم عن الجانب الرياضي نريد دائما أن يكون الوطن العربي عنده واحد المصداقية في الكورة وأيضا في الرياضة دياله. وحتف النتائج حتى لا ننعت بأشياء أخرى ونحن في القرن الواحد وعشرين أستاذ. قبل ماش تخرجوا لا تنسوا تابنوا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس لكي يوصلكم إلى جديد قناة ريمال تي بي. اشتركوا في القناة